السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات بريب 1 يارب تكونوا خير معكم أستر أسامة الهادي من قناة ليرونيماس النهاردة إن شاء الله هنكمل حل الامتحانات وإحنا خدنا بعض الامتحانات في الجبرة وهنكمل مع بعض الجيومتر بإذن الله أول حاجة هنتكلم عندنا موديل 1 بس قبل ما نبدأ الدرس ياريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس ويختاروا كل علشان يوصل لنا دايما لكل جديد إن كمان في الأجازة إن شاء الله بنزل كده مقطعات فيديو صغيرة تعتبر تأسيس وهتفيركو كتير جدا في بريب 2 إن شاء الله وبعدين إحنا دلوقتي هنتكلم على موديل نمبر 1 موديل نمبر 1 بيقولك تشوز مدين إيه بيقولك بتاع السيركل بتاع السيركل بتاع السيركل اللي الراجوس بتاعته 7 إحنا لازم نفهم كويس قوي إن ما يجيلي سؤال زي كده لازم نبقى عارفين السيركم فيرنس أصلا إحنا بنجيبها ازاي طبعا نشوف مع بعض فإحنا عارفين إن فيه رولز هي إيه اللي بتحكم الموضوع طبعا السيركون فيرنس بتاع السيركل اسمه إيه؟ بنقول عليه إن هو 2 باي 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 طبعا الباي ممكن يجيلي بالشكل ده ممكن يجيلي 3.14 دي نسبة أقرب إيه؟ طب تعالوا كده نجرب على إن هنا 2 باي هو مديني الار بكام الراديو سينة ب7 يبقى هنقول 2 باي الباي هنا باي 22 ديفايد 7 باي الار اللي هي من الدهالي ب7 هتطلع معايا 44 يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ الإجابة بتاعتي هتكون 44 السؤال اللي بعد كده هنا بقى بنتكلم عن الإيميج بتاع البوينت البوينت عادي ب نيجاتيف 1 و 3 هو قال لي باي إيه؟ باي ترانسيليشن الترانسيليشن بتاعنا مقدره قد إيه؟ 4 و نيجاتيف 2 خلاص احنا كده وقفنا عندي الترانسيليشن نعرفنا عشان ما يجبنا مسألة بالترانسيليشن نعرف نحلها إزاي النيجاتيف 1 و 3 لما نعملها الترانسيليشن يعني التعديل اللي يحصل عليها دي طبعا النيجاتيف 1 للإكس و 3 هنا الواي الترانسيليشن بتاعنا برضو الفور هي الإكس و النيجاتيف 2 هي الواي طب هنعمل إيه بقى؟ هناخد أول حاجة النيجاتيف 1 هناخد أول حاجة إيه؟ النيجاتيف 1 نركز أول مع بعض هناخد أول حاجة النيجاتيف 1 النيجاتيف 1 هنعمل لها إيه؟ هنعمل لها إيه؟ آد آد لإيه بقى؟ للفور طبعا النيجاتيف 1 بلس الفور هتديني كم؟ هتديني سري دي أول حاجة بقى أقول الحاجة النقطة عندنا إيه؟ اللي هي السري وبعد كده هناخد اللي بعديها السري وعندنا النيجاتيف 2 هتديني إيه؟ هتديني سري ونيجاتيف 2 هتديني وان هو ده الترانسيليشن عندما يجي لي مسألة زي يقول لي ترانسيليشن كده بالشكل ده نحل لها بنعمل آد للاكس مع الاكس وي الواي مع الواي وكده نبقى إيه حل لنا مسألة؟ في حاجة زي كده بتقول الكلام ده؟ آه موجودة هم؟ فين سري وان هنلاقي هي دي السري وان هيكون دي هي الإجابة الصحيحة بتاعتنا السؤال نمبر سري بيقول لك الميجر بتاع الاكستاريور أنجل يعني الزاوية الخارجية أنجل ما قاليش أنجلز يعني مجموعة الزاوية قال الاكستاريور أنجلز بتاع اكولاترال ترايانجل اه الاكولاترال الاكولاترال ترايانجل هو عبارة عن كل انجل فيه بسيكستي كل انجل فيه بسيكستي ده دي ايه الانتاريور يبقى الاكستاريور ايه؟ الباقي اللي هم كان احنا عارفين يكون لدي يبقى الزاوية اللي هي السريت الانجل اللي هي السريت بون هندرد ايتي صح؟ المالكون الداخلي الانتاريور مثلا هتبقى سيكستي ليه بجبت المين سيكستي انهم اصلا كده اهي اهي دي كده بسيكستي يعني دي كده تبقى بسيكستي اهي قبل دي شوية عشان شوية دي هتبقى سيكستي ودي هتبقى سيكستي ودي هتبقى سيكستي الاكستاريور بقى اللي هي ايه اللي بره دي كده اللي هي جدي هنحط عليها توبوينت كده هي دي ايه؟ الاكستاريور لما يكون دي بسيكستي لان هي ايه؟ يبقى اللي بره بكام؟ اللي بره بـ 120 وهتكون دي الإجابة الصحيحة السؤال اللي بعد كده؟ السؤال نمبر فور بيقولي البراليلو جرام طبعا البراليلو جرام بيتحول ممكن يبقى سكوير ممكن يبقى ريكتانجيل ممكن يبقى رومباس ممكن يبقى ترابيزيوم عايزين نشوفها يبقى ايه؟ بيقولك لو الادجاسنت سايد يعني الاتنين اللي جنبه بعض الادجاسنت سايد يعني السايدس اللي جنبه بعضيهم ار ايكوال ان لنس طب زين شب اسمي؟ يعني هو براليلو جرام براليلو جرام مسلا شكله يعني هيبقى بطريقة معينة اللي احنا عارفنا ان هو ده براليلو جرام براليلو جرام ده لو قلنا ان السايد ده كده اللي هو ده وده دول كده اسمهم ايه؟ اسمهم ادجاسنت سايد يعني اللي جنبه بعض لو لقينا ان الاتنين دول ايكوال يبقى ده هيتحول على طول هيبقى رومباس ده شغل الحاوي بقى تمام؟ فلازم نركز قوي هيبقى ايه؟ هيبقى رومباس السؤال اللي بعد كده بيقولك النمبر بتاع الدياجونال بتاع البنتاجون بتاع ايه؟ البنتاجون في كم دياجونالز في كم دياجونالز شوفوا حبيبي الدياجونالز بتاع البنتاجون البنتاجون لسأل نفسنا هو كم سايد اصلا؟ هو فايف صح؟ تخيلوا بقى ان الفايف دولة نفسهم هو بيعملوا لي فايف دياجونالز فايف ايه؟ دياجونالز وهذا بدي ايه دي بقى الاجابة بتاع ايه؟ بيقول لي number five number six sorry the number of axis of symmetry ده axis of symmetry اللي هو محور التماسل اللي بيقسم الشكل مثلا بطريقة ان هو يكون الاجزاء اللي اسامها دي زي بعض بالظبط تمام؟ of an isosilus triangle isosilus triangle اللي هو ده كده اهو يعني ده كده ادي ده كده تمام؟ يعني the two side اللي بالرد دول هما دول ايه؟ the isosilus اللي هو ده بيكون ايه كوال ده في الحالة دي هيلاقي حاجة واحدة بس اللي هتزبط معا ما ينفعش تعمل اكتر من one اكتر من ايه؟ من one كده ينزل ده كده صح؟ طب لو احنا اخترنا اكتر من حاجة تاني ينفى؟ هل ينفى نعمل حاجة تانية؟ ما ينفعش لو عملنا كده هل هينصف؟ طب لو عملنا كده هل هينصف؟ لا طبعا مش هينصفه ومش هيندي تماثل يبقى الاكسس بتاع السيومتر بتاع الاكسس يبقى ال ايه؟ one يبقى هنقول ايه؟ one هي دي الاجابة كايدة نخش على السؤال اللي بعد كده هنا بقى بيقول لي عندنا بيجي لنا سؤال تشوز ويجي لنا سؤال بيقول لك ال اميج بتاع ال بوينت دي على الاكس اكسس الحاجات دي بتلاقبط الناس كتير على الاكس اكسس او ال واي اكسس طب تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه؟ لما نلاقي مثال زي كده بيقول لك الاكس اكسس يبقى هنسبت الاكس اللي هي كام التو هتبقى تو وي بالنسبة لل واي هي اللي هتتغير طالوا فيه ريفليكشن هتبقى negative one ده حل المسألة بيقول لك في الشكل ده الاكس هنا بكام؟ فين الاكس؟ اهيه نفكر كده ده كده ده كده الرئي صح؟ لما دي كل one hundred twenty يبقى دي بكام؟ دي بكام؟ هتبقى بالسكستي دي كده هتبقى بالسكستي تمام؟ عملنا دي كده بالسكستي سكستي وفورتي بكام؟ سكستي وفورتي بهندرد وكل الانجل بتاعت التريانجل دي مجموها كام؟ مجموها وان هندرد ايدي يبقى دي بكام؟ هتبقى دي بإيدي صح؟ يبقى هنا هنكتب ايدي السؤال اللي بعدك كده بيقولك ال-xyz ال-xyz is the triangle اللي فيه ال-y بينانج وال-xy ب-3 وال-xz هو عايز ال-yz تعال نرسمه كده هنعمل مثلا الشكل ده كده اكين اني عندي كده ايه تريانجل اهه اللي قده مش هيزبط لان ده طبعا ما كوش نانجل ممكن نرسم واحد ده التريانجل هنسمي ايه بقى؟ هنسمي عندنا هو بيقول x y z هي ال-y هي اللي بينانجي يبقى نفترض ان ايه دي ايه؟ ال-y وهنكتب هنا ايه؟ نانجي بيقيت بقى x y z قال لك ال-y هي اللي بينانجي يبقى اللي جوه جيب كام؟ بينانجي تمام؟ جيب بينانجي وقال لي كمان ان عندي اني عندي ال-xy بسري اجي ال-xy اني هي دي كده بيكام؟ بسري يبقى دي كده بكام؟ بسري نكتب هنا كده سري سري طبعا سنتيمتر وقال لي اني ال-x z فين ال-x z اهي دي بفا مش كده؟ هو عايز ايه؟ ال-y z طبعا احنا عارفين دي سكوير احنا لو ما يكون ده هايبوتينوس وعندي دي 90 ديجري يبقى بسهولة جدا هنقول اني ده باور 2 اني هي 5 باور 2 هتجيني 25 25 هنشيل منها دي باور 2 سري باور 2 هيبقى عندي ايه؟ معنى ذلك ان ال-y z دي باور 2 كان لسكستين يبقى نعلم من كده بقى اللي يجيب عادي بقى عادي فهنقول معنى اللي سكوير روت لل-y z تجيني 4 يبقى اي رقم مالتبلاي باور 2 يجيني رقم معين هنا لاني دول مع بعض 25 5 باور 2 هنشيل منها 3 باور 2 تبقى باور 2 لما دي تبقى باور 2 يبقى ايه الرقم اللي نعمله مالتبلاي باور 2 يبقى يتصل في ديني ايه؟ سكستين اللي هنلاقيه هو رقم 4 يبقى هي طولها كام؟ 4 سنتيمتر نخش على السؤال اللي بعد كده بيقولك لو عندي a b c d تمام؟ عندك الانجل اللي اسمها ايه؟ تمام؟ ويبقى عايز بعد كده الانجل ال b مع الانجل ال d تعالوا نسمه كده؟ ونشوف شكله عامل ازاي a دي البراليل لغرام هنسميه a b c d هي اول حاجة اللي ايه هي الكبيرة؟ بقى نسميه كده انا مثلا ايه؟ b c d ويقولك الميجر بقى بتاع ايه؟ بتاع الانجل b اللي هي دي قالك دي بكام؟ دي بهندر دي كده بهندر اللي هي الانجل ايه؟ بيقولك الميجر بقى بتاع ال b اللي هي دي مع الميجر بتاع الانجل دي اللي هما الاتنين دول قدام بعض كده؟ يبقوا بكام؟ واضحة جدا احنا عارفين ان في البراليل لغرام يعني كل اقوال مش كده؟ وبعدين عندك اللي جوا ايه؟ نتعال نشوف كده مع بعض الاتنين اللي جوا دول كام؟ مش وان هندرد ايه؟ يبقى دي بكام؟ وعندنا ال b كمان هتبقى بكام؟ هتبقى بإيه؟ ايه؟ لما نيجي نحسابها هتطلع معي وان هندرد سكستي يبقى الاجابة بتاعتي ايه؟ وان هندرد سكستي نكتب كده وان هندرد سكستي دي جري ده مجموع الزاويتين اللي هما ال b وال d فدايما كده نمشي مع المسألة واحدة واحدة وانا بحاول اشرح ببطء شديد جدا عشان نفهم المسألة الكلية ساعة بعد كده مديني السؤال اللي بعد كده بيقول لك المجموع يعني بتاع للتريانجل يبقى كام؟ الميجر بتاع الايه؟ الانتريور انجل للتريانجل احنا عارفين التريانجل؟ مجموعة الزاوية بتاعته وان هندرد ايتي على طول صح؟ يبقى لما يقول لي بتاع الانتريور انجل بتاع التريانجل هنقول ايه؟ وان هندرد ايتي وان هندرد ايتي ده حل السؤال ده اتمنى طبعا ان كنتوا تعدوه مرة تانية من غير مشرح الكلام ده وتبدأ وتماشي الفيديو شوية شوية عشان تعرفوا ازاي تحلوا فيديوك نخش على الجزء اللي بعد كده تعالوا بقى اذكركم بالسؤال ده احنا كنا خدنا حاجة ان هو الاكستيريور انجل بتكون اكوال للتو انجل اللي هما نوت ادجاسنت الادجاسنت هنا ايه؟ عندنا الاي سي دي هو قال لك ان اول حاجة الاي دي بتوينتي فايف وقال لي ان البيب كام بتوينتي فايف هو عايز يوجد الاي سي دي الاي سي دي طبعا احنا بعيدا عن الادجاسنت اللي هي السي دي من اللي هي اي سي بي بعيدا عنها يعني هنقول انı هي عبارة عن مجموعة الاتنين اللي هى الني اللي تmniej بي التوينة مقومة بكام بفيفتي هنقول ان الاي سي دي في التريانجل اللي هو اي بي سي. علشان كده دي دي علامة بمأن او دي كده او ازا ان الميجر بتاع الاي سي دي اقوال الميجر بتاع الاي بلاس الميجر بتاع البي اقوال توينتي فايف بلاس توينتي فايف اقوال كام دي بقى مسألة عن ايه في نفس الامتحان. في نفس الموديل اللي احنا بنشوفه دلوقتي احنا خدنا حاجة على الرفليكشن. واخدنا حاجة على الترانسليشن. ودلوقتي بنتكلم على الروتاشن. بيقولك عندك ارسمني التريانجل الاي بي سي. اللي فيه الاي بي اقوال فايف سنتيمتر. والاي سي بسري سنتيمتر. والميجر بتاع الاي بفورتي سنتيمتر. وبعد كده بترسم السي داش. يعني ايه ايه بتاع الاي بتاع السي. وبيقولني الميجر بتاع الاي بفورتي. بيقولك بعد كده ترسمني السي داش هي اي ميج للسي للنقطة السي. او اللي هي السي. يبقى دخلنا في الروتاشن دلوقتي. الار دي اختصار ايه? الروتاشن. اول حاجة يعرفنا الار اللي هي الروتاشن. حوالين البيت اللي اسمها ايه? بي دي جري فورتي. او الفورتي دي جري. والبي داش هي عبارة عن اي ميج للبي. برضو بالروتاشن بالنسبة الار. بس هنا الانجل بي بالنيجاتف. ودي ليه علاقة بالكولوك وايز والانتيكولوك وايز? تعال نشوف هنعمل ايه? المسألة بتاعتنا اهي. وعلشان طبعا صعب ان احنا نرسل بالموس هنا. فجبتلكم الرسمة جاهزة. اول حاجة بينيجي هنا. هنيجي بالنسبة للبوينت اللي هي الايه? احيي. هو قال لك الاب بفايف سنتيمتر. يبقى كده بنعمل كده زي خط مستقيم. اللي هو الاب ده. وبعدين هنعرف ازاي ان احنا نتعامل معا. اول حاجة الاب ده عملنا بفايف سنتيمتر. خلاص? وبعدين قال لك هنعمل حوالين الايه? بفورتي ديجري. طالما فورتي ديجري يبقى ايه? عكس عقار بالساعة لانه هو طيب. معنى ذلك انها يمشي كده. اهو. يبقى كده. الزاوية ماشى كده. فورتي. ونيجى عند الفورتي. ونروح عاملين كده. ونعمل الرية ده. اللي هو الايه سين. تمام? كده هنيجي بعد كده. قلنا جيب. الحتة دي كلها كده. اللي هي الاي بي قلنا في فايف سنتيمتر. وهو قال لك ان السي داش هي ايميج من السي. طبا هو قيلنا الايه سي دي بعد ما عملناها. بعد ما عملنا الفورتي ديجري. عملنا الحتة دي الايه سي دي كان بسرعة. اول حاجة عملنا الفايف. بعد كده فورتي دي جري. وبعد كده عملنا الايه سي اللي هي بسرعة سنتيمتر. وكملنا بقى. طبا هو قال لك اول حاجة الايميج بتاع السي هي تبقى سي داش. يبقى هليجي من هنا من الايه عند نحط هنا المركز بتاعنا الايه زي ما هو ايه اللي. هو قال لك السي از ايميج سي. حوالين ايه بتاع الايه بفورتي ديجري. يبقى عكس عقارب الصعب هنمشي كده. هنمشي كده. شايفين الموز هنمشي كده. ماشي. هنييجي بعد كده هنقول هنا دي كده والحتة دي هتبقى بكام بسرعة سنتيمتر نعملها بسرعة سنتيمتر. السي هناخد من الايه للسي. هنلاقي كام. اين كانت سري سنتيمتر هنا. فبنعمل الكمبس هنا. بنحط المركز بتاع او السن بتاع الكمبس عند الايه. ونقيس كده عندي السي داش. وراء عاملين ارك هنا. عاملين ارك هنا هون. على الاي بي. في الحالة دي هيكون السي داش. ان هي تقاطع الارك مع الاي بي دي. هي هي هيكون السي داشة. طيب بالنسبة للبي هناخد نفس الكلام. اهو. الحتة دي كده. دي هي كام? فايف سنتيمتر دي كلها. هنيجي من هنا ونبعا قال لك هنا نيجاتيب فورتي. نيجاتيب فورتي بقى نمشي ايه? بي الاتجاه ده كده. طيب بالاتجاه ده يبقى هتبقى على استقامة الايه? الاسي. فالحتة دي جده. اللي هي الاي بي داش. هنحن نركز الكمبس عندي الايه? وتسبته بعد كده. ناخد المسافة دي اللي هي بتاعت الاي بي. ونعمل ارك على الاكستيند اللي هو امتداد الاي سي. فهيتقطعه في حتة اسمها بي داش. هو كده احنا رسمنا السي داش. والبي داش. يبقى تاني. ما اول حاجة. اذكركم برضو بالجزئة دي كن احنا اغذينها. عشان الحتة دي بتاعت الروتشار بتلغبط ناس كتير. كنا بنقول هنا لما يكون عندك الار حوالين الام. كنا بنيجي هنا نثبت البروتراكتو. وبنرسم الانجل بتاعتنا شاف الساعة بماشي ازاي? ماشي كده. وده يعني ضد عقارب ايه الساعة? لان عقارب الساعة بتمشي ايه? بتمشي كده. تمام? دي كنا بنذكركم ايه. ولما قلنا كان في رقم مسلا زي كده. كنا بنرسم كده ضد عقارب. ده كده بقى عقارب الساعة. مع عقارب الساعة يعني ماشي ازاي? ماشي كده. يبقى عندنا هنا ماشي ازاي? عشان نجيبها. هيشايف الساعة. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا لو قلنا مع عقارب الساعة بالنسبة للسي عشان تبقى سي داش فمشينا كده. في الاتجاه ده اللي هو ايه? ضد عقارب الساعة. لان هنا الانجل بالايه? بالبوزيتف. اما لو الانجل بالنجا ديف يبقى هنيمشي كده. هنيمشي كده بقى الارت هيجي كده. بالنسبة للبي داش. مش عايزين نطور في الحتة دي اكتر من كده يا مسألة سهلة جدا. السؤال اللي بعد كده. هنا بيديني بيقول لك انا عندي الاب اللي هي الحتة دي كده. برالل لي الدي سي اللي هي دي. ماشي. وعدك الاسي اللي هي الدياجونالز ده اللي هو اسي انترسكت مع البي دي الدياجونال اللي هو بي دي في بوينت. اسمها ايه? اسمها ام. بيقول لك بتاع الدي اي سي. ادي الدي اي سي اللي هي دي هنا. بيكان بسيرتي. وعندك بتاع الجي بي اي بفورتي. الحتة دي كده بيكان بفورتي. ومديني دي بسي فنتي. اللي هي اي ام بي. طيب. هو بيقول لك اثبت لي بقى ان ده اصلا كده براليل لجرام. نعمل ليه عشان نسبة ان هو براليل لجرام. تعالوا نشوف. هنا طبعا لو افترضنا ان الام دي بلونج لليه الاسي. خلاص متفقين. يا على الاسي ولا مش عليها? عليها. طيب في الحالة دي هيكون الانجل الميجر بتاع البي ام سي. ادي البي ام سي. اللي هي كده. اللي هي فين البي ام سي? ادي البي ام سي. اللي هيه دي كده. هتبقى بكم? هتبقى بون هندرد بي ام سي. هتبقى مينس سفينتي. ليه مينس سفينتي? سهلة جدا. اخترت ده اللي هو اللي هو مش مجموعة زاويتين دول مع بعض كده يديني مينس سفينتي واللي جنبها اللي هي دي. طيب لما تكون دي تبقى دي بكام? كده احنا جبنا الانجل دي. ماشي دي كده بوان هندرد تن. بعد كده نيجي في التراينج اللي هو بي ام سي. البي ام سي ده اللي هو تحت ده. هنلاحظ فيه اني الميجر بتاع الام سي بي. الام سي بي اللي هي زاوية الثالثة دي. دي بكام بفورتي. ودي بكام وان هندرد تن. فورتي وان هندرد تن بكام وان هندرد ففتي. هتبقى دي بكام بقى? هتبقى دي كده على طول بسيرتي. خلي بالك. ان ديت بسيرتي. ودي بسيرتي والاتنين دول ايه? يعتبروا الترنيت انجل. طالما الترنيت انجل هنقدر نزبط حاجة تانية. ايه هي? هنقدر نزبط بكل بساطة ان ال اي دي اللي هو ده كده. برالي ليه اللي هو ده. احنا اثبتنا ان دي ودي الترنيت. باول الحاجة جبنا الزاوية دي. اللي هي بي ام سي. طلعت بون هندرد تن. وان هندرد تن. بالنسبة الفورتي تديني وان هندرد ففتي. الباقي كام بسيرتي. دي ودي كده بقت الترنيت. قدرنا نسبة من ال اي دي برل. طب ما هو مديني دي كمان برالي. الاتنين دول التانيين برالي. ولا مش برالي. ده كده. وده كده. مش الاتنين دول كده برالي. اهو. وعندنا ال اي بي برالي لدي سي. صح? يبقى في الحالة دي لما يكون ده برالي لده. وده برالي لده. معناه ايه? لما يكون ال اي بي برالي لدي سي. ويكون ال اي دي برالي لبي سي. يبقى ده مش برالي لغرام? طبعا يبقى برالي لغرام. هنقول كده الاجابة صحيح. البروف سهل جدا على فكرة. بس احنا لازم نتعود ازاي نحل. ولازم دماغنا نتجيب القوانين كويس او. جيب لنا برضو نوعية زي كده سهلة جدا. بيقول لك اه استخدم الترانسيريش. ال اكس والواي. هو بقى هنا ما اديك ايه? بيقول لك اديك الامج. وعندك البوينت مش موض. هو عايز فاين زي ايه زا بوينت. نساعد بس هنا سواء. هنا الاكس بلاس تو. الاكس دي يا طارب كام? والواي دي كمان يا طارب كام? نفكر كده. ايه اللي هنضيفه على تو يديني تو? اللي الامج? هيبقى زيرو. مش كده? طب الواي بلاس سري. ايه اللي هنضيفه على السري? بالنسبة للواي عشان تبقى سري? برضو زيرو. مش كده? يبقى البوينت الاصلية اللي هي ايه? زيرو وزيرو. ودي الاجابة بتاعتها وسهلة جدا. خش على السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لي عندك ال ايه دي اللي هي دي كده. بير بنتكرر على ال بي سي. عمودية عليها. وال ايه دي نفسها ايكوال توينتي فور. معلش الصورة مش واضحة دي كده توينتي فور. ال ايه دي. ما عندنا ال ايه دي بتوينتي فور. وال ايه بي اللي هي دي كده بتوينتي سيكس. وعندنا ال ايه دي كان بسيرتي. هو عايز بتاع ال بي سي. عايز بتاعت ال بي سي دي كلها كده صح? طيب احنا نقدر نعمل حاجة. احنا عندنا اول حاجة الجزء ده كده. نعرف نجيبه ازاي? ده هيبوتينوس. ودي كده طيب بسهولة جدا هنقول هي ال بي سي مش عارفين ؟ ادي وی شبيد لي قلحه او لي ديسي. سكوال ايه ديسيق match جزء نجيبه اوه ايه ديŻي بس قرحهide عكوال ايه؟ دي ايه تقوال بسقود ودي ايه قرد gu phروس عبر توانت والو شب عوامر بسовор bomb commune. معتده انى مينس ال اي دي سكوير. طبعا تسمعوا صوتة اطفال بتعايد وكده يعني. انا بحاول اسجل يعني في اوقات هادية. فمعليش بح. اه طبعا هنا هنقول ال اي دي سكوير اي اكوال. الحتة دي اسي سكوير بيكان سيرتي باي اه سيرتي تجيني نين هندرد. نين هندرد. اللي هي سيرتي سكوير. هنقول مينس. عندنا الجزء التاني دوت اللي هي توينتي فور باي توينتي فور. اتجيني. نحسبها بالكولكوليتور تطلع فايف هندرد. سيفينتي سيكس. تمام. طيب لما يجي نحسب الفرق بينهم هنلا ايه هو ايكوال سيري هندرد. سيري هندرد. سيري هندرد توينتي فور. سيري هندرد توينتي فور دي ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن دي سي. باور تو. طيب احنا عايزيني دي سي الواحدة. ايه الرقم بالكولكوليتور اللي هو السكوير رود. من نسبة لسيري هندرد توينتي فور. هنقول ايكوال. اتين سنتيمتر. احنا جبنا ايه دلوقتي? احنا جبنا بس اللي هي ايه? الجزء ده. جبنا من هنا لهنا. فاضل حتى. لنفس الكلام من الناحية التانية. نفس الكلام من الناحية التانية. تعال نشوف. نفس القصة دي. هنقول ان الان ايه بي اه باور تو اللي هي اي بي سكوير اللي هي توينتي سيكس. اه باور تو مينس توينتي فور باور تو. هيطلع الفرق بينهم بالزبط كده. هندرد. هيطلع الفرق هندرد. طيب الهندرد سكوير رود بتاع الهندرد بكام? كل سهولة بقى نكمل كده عايزة. الحتة دي هتطلع معانا سكوير رود ليه? الهندرد هتطلع تن. يبقى دي اتين? والحتة دي بتن. يبقى مجموع ان اتنين مع بعض كام? هنقول اتين ان هي الحتة الزرقة دي مع الحتة الموف دي او الفوشة دي بتن. هيطلع في الاخر توينتي تو. يبقى نكتب هنا كده ايه? ايه? ادي اول طلب. بي سي. بيتوينتي تو ايه? سنتيمتر. اللي عبارة عن اتين. الحتة دي كده. بيتين. والحتة دي كده. لما نجمعهم مع بعض يجيني توينتي ات. بيقولك عايز بقى دي كده الاريا بتاعة التراينجل الاي بي سي دي كلها. طبعا احنا عارفين الاريا اقوال هاف باي. البيس دي بقى كلها اللي احنا جايب بنا باي توينتي ات. باي الهايت. الهايت من جهالي هنا بتوينتي فور. يكتب توينتي فور. نحسبها مع بعض كده بالكوليكوليتر. هتطلع كم? يعني هتطلعك الكوليتر الشبتر وقلولي. هاف باي توينتي ات باي توينتي فور. هتطلع سري هندرد سيرتي. اقوال. سري هندرد سيرتي. سنتيمتر. سكوير. يبقى كده اول طلب جيبنا اللينس بتاعة البي سي وبعد كده جيبنا الاريا بتاعة التراينجل ده كل اللي هو عبارة عن الاي بي سي. اخر سؤال في الامتحان دوت او الموديل ده ملك في الشكل اللي قدامك ده الاي بي سي دي ده عبارة عن سكوير. هو شكل وريكتانجل كده بس هو قال لك اسمع الكلام. عندك الاي بيرنجل البي سي. على الري البي سي. على امتداد او بتاع بي سي. في الاتجاه كده. طيب. بيقول لك عندك الاي سي اللي هي دي كده. مبارة للي جي ايه. واجز بس ان الاي. سي اي جي ده وطور عن ايه. مبارة لليلوغرام. تعال نشوف مع بعض. طبعا عشان من ضيقاش وقت قلني الاي بي سي دي هو ده عبارة عن سكوير. صح? لما يكون ده سكوير اللي هنلاحظه. لما يكون ده كده الاي بي سي دي هو عبارة عن سكوير. يبقى هنلاحظ دي هنقول سينس. الاي بي سي دي هو عبارة عن سكوير. يبقى زين او زير فور ان الاي دي برالين لليل بي سي. يعني الاي دي اللي دي كده. الاي دي ديت برالين للاي لليل بي سي. ليه لان ده سكوير. وطبعا اي بي نفس الكلام هيبقى بالنسبة لدي سين. طب دي برالين لليل دي. ماشي. وعندك الاي بلونجز للبي سي. صح? ما ماشي على الامتداد بتاعه صح? يبقى في الحالة دي الاي دي برضو? اللي هي دي هتكون برالين للجزء ده كده. اهو. فالأما الاي على بلونجز للاي للبي سي او الري اللي هو البي سي. يبقى دي برضو برالين لليل. طب هم يديني اصلا ان الاي سي دي. هي برالين لليل. طيب. الاتنين اللي زرق دول برالين لبعض. والاتنين اللي اخضر دول برالين لبعض. يبقى ده نستنتج اي منه? هنستنتج اني الشكل اللي هو اي سي. اللي هي اي. سي. اي. دي هيكون عبارة عن برالين لجرام. وبكده نكون خلصنا اللي امتحان دوت. اه طولنا في الشرح. ويبقى على اساس كويس اوي. وهي مجموعة دروس. وده ملخصة اخدنا عن وخدنا عن وخدنا عن وخدنا عن وحلنا امثلة. وحنكمل مع بعض حل البتحالات ان شاء الله. اتمنى لكم النجاح والتوفيق ونركز اوي 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 اه في المراجعات ان شاء الله هتكون طريق النجاح والتفوق بازن الله تعالى. معكم مستر اسامة الهادي من قناة ليرنماس. تمنياتي بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.